اذا متابعين الكرام اليوم يتم الاعلان عن هلاك الرئيس دل دولة نامبيا عن عمر يناهي 82 سنة وهذا الرئيس دل دولة نامبيا متابعين الكرام كان من بين اكبر الداعمين دل مرتزقة البوليزاريو ونظام حضارات الجزائر ضد المغرب اليوم هو الاخر يهلك ويموت ويدفن تحت التراب وما زالت هناك حقيقة قارة ما زالت هناك حقيقة مسلم بها وهو ان الصحراء ما زالت في مغربها هذا الرئيس دل دولة نامبيا متابعين الكرام لطالما استقبل ابن بطوش لطالما استقبل عناصر مرتزقة البوليزاريو لطالما اطلقت تصريحات ضد مغربية الصحراء لطالما قال للبوليزاريو حاربوا من اجل ان تأخذوا الصحراء لطالما هدد وتوعد هو الاخر شأنه شأن الكثير من الاشخاص ولا الشخصيات ولا الرؤساء ولا الوزراء ولا القيادات لدفن اليوم تحت التراب والصحراء ما زالت في مغربها وقلت لكم لا توجد قوة فوق هذه الارض قادرة على ان تغير هذا المعطى هذا الواقع الذي يقول على ان الصحراء مغربية إذا المتبعين الكرام الحلفاء دين نظام حضارات الجزائر ما نقول حلفاء وإنما نقول هدو اللي كانوا كدعمون نظام الحضيرة ضد المغرب لأسباب تافهة ولأسباب واهية يسقطون الواحد تلوى الآخر والصحراء ما زالت في مغربها هذا الدولة دين نظام يا متبعين الكرام لطالما قدمت العديد من أشكال الدعم لمرتزقة البوليزاريو خصوصا على المستوى السياسي والديبلماسي في عهد هذا الرئيس الهالك المقبول الذي مات ولم يتحقق ما كان يتمناه لمرتزقة البوليزاريو ولا لنظام حضارات الجزائر من أن ينتصروا على المغرب ومن أن يقسموا المغرب قسمين شمالا وجنوبا يأخذهم مرتزقة البوليزاريو المسألة التي لن تحصل بأي شك من الأشكال نعم متبعين الكرام الموت علينا حق جميعا كلنا غد نموتوا ولكن الصحراء غد تبقى مغربية إلى أن يرت الله هذه الأرض ومن عليها وهذه حقيقة مسلم بها فينا هو بوتفريقة فينا هو القدافي فينا هو معرفشكون فينا هو الفلان فينا هو علام كاملين كانوا يتوعدوا كانوا يقولوا غد انتصروا على المغرب غد انحقوا للبوليزاريو غد انديروا غد انفعلوا أين أنتم اليوم تهلكون الواحد تل والآخر والصحراء ما زالت في مغربها وهذا الحقيقة ما غادش تبدل بإذن الله متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر